اللقاء المحضرتك نعم أوصل رسالة واضحة إلى الأخ الشاع السوداني نعم أنا كتبت له بعد أن أدعمناه قلت له آبا أحنا مريد وزارة أحنا أنت مات أو أنت شيء قلت أنه أحنا سنتصل بالعناصر داخل العملية السياسية داخل مجلس النواب وخارج مجلس النواب أحنا خارج مجلس النواب الآن ما حد تتصل بنا فأحنا مريد وزارة بس طينا مجال أن نخلي أيدنا بأيديك حتى نساعدك في تكوين الحكومة الجديدة المشرقة ليس حتى نكون وزراء وإنما حتى نساعدك بالاقتراحات والدعم وإلى آخره فما استجاب إلى حد الآن ولهذا أنا يعني صراحة الملاحظاتي على البيان الوزاري أو المشروع الوزاري أو خطة العمل الوزاري نعم ما تستنسب الوضع السياسي العراقي ولا الأخطاء اللي ارتكبت بتشكيل هذه الحكومة سواء من الإطار التنسيقية أو من السيد مقتدى الصدر شوان يصير مقتدى الصدر يسحب لتلافة سعبعين نائب بالوقت اللي كانوا يقدرون يقومون بمجلس نواب يؤثرون على مسار مجلس نواب هو أنا أردس لك بهذا الإطار يا دكتور أياد أردس لك بهذا الإطار وأستثمر وصفك للسيد السوداني عندما قلت أنا دعمته كان كفوة ونزيها وناجحا إذن البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد السوداني والذي تشكل عليه ملاحظات هل هذا البرنامج يحمل بصمات الإطار التنسيقية وطموحاته أم هو كتب ببصمة السيد السوداني والله ما أعرف أنا لا أتجاهي أنا أحقق من الكتاب بالاستقرار لا يتناسب مع المرحلة لا يتناسب مع المرحلة أنا أعتقد أنه الإطار التنسيقي يتحكم بالعراق الآن الإطار التنسيقي يتحكم بالعراق وعدة السلطة الأساسية في العراق والوزراء اللي يمثلون الحقيقة الإطار التنسيقي هذا من فلان جهة وهذا من فلان جهة يعني أم رجعنا على المحاصصة الحزبية والطائفية مو بس الطائفية وهذه المحاصصة خطيرة جدا لهذا أنا أعتقد أنه الإطار مخطئين كما أخطأ السيد مقتصدر سواء بصريحاته الأولى أو بسحب النواب من المجلس النواب اتخذتها بانتخابات الانتخابات وما كانت نزيهة بس اتخذت بانتخابات وحصلت 73 مقعد ليش تتركتهم على أساس تتركهم وكذلك الإطار التنسيقي انفرد بالسلطة وصار هو يعني يوجه تقريبا يوجه الأخر رئيس الوزراء مع العلم الأخر رئيس الوزراء صدر بيان وأنا طلبت منها البيان يقول أنا طلعت من حزب الدعوة ما علي علاقة بحزب الدعوة بس الظاهر هو الذي يمشي بضمن تخطيطات الإطار التنسيقي أو هكذا يراد له باعتبار أنه الواجهة الوحيدة المنظمة هي الإطار التنسيقي وأنا ما عندي اعتراض على الإطار التنسيقي يعني عدا أخضاهم وقلنا احنا نبهنا نبهنا مقتدى الصدر ونبهنا الإطار التنسيقي لذلك تصرفون كغالب ومغلوب كنا لو نغلوب لو نفشل وإحنا مشتركنا من انتخابة أسطن ولا أردنا وزارة أنا قلت للأخ السوداني قلت لا أعطيتنا وزارة أهل ومسألة أنا أعطيتنا وزارة أهم أهل ومسألة ما عدنا مشكلة فمن شفت تلكع عند ملتهين بتوزيع الوزارات على بعضهم البعض قلت لأرسالة قلت لا احنا نريد وزارة أخي احنا نريد فقط إذا بالإمكان تطينا مؤسسة مؤسسين من الهيئات حتى نقدر نراقب السلطة والسلطة التنفيذية من قرب مو بس من بعد هذا كان هدفنا ولا ما مستقبل نحن على نكون موظفين بالحكومة الحالية أو حكومة المستقبل لهذا أنا أعتقد أنه اللي سوى الأخ السوداني يعني صحيح يحاول يعق قضية الإجراءات ذول السفهاء الحرامية بس هذا ما يكفي أخي احنا نريد برنامج واضح محدد يقول انتخابات فلان تاريخ وسنعدل قانون الانتخابات وسنعدل هذا القانون وسنضع شروط جديدة ومفوضية جديدة للإشراف عن الانتخابات نعم وسنأتي بقوى سياسية سيادية من دول متعددة تشرف عن الانتخابات هذا ما صار ولا صار حديث بالترصيلات هذا الأمر في البرنامج الوزاري من نقول انه احنا المتظاهرين اشبعوا قتلا وضربا بالسكاكين السلميين اذا غير انه احنا يطلع التحقيق يقول لك يؤشر هذا التحقيق على منهم سوى سوت المخابرات سوت أجهز الشرطة سوت قوى سياسية واخرى نافذة منه سوى يعني راحا بذولا راحا وهي شيء خادر خلاص نتهى الموضوع ماكو حين طالب دمهم تعتقد دكتور والنساء احنا عادة عندنا تعتقد السيد السودان الآن يستطيع او يتجرى ان يفتح ملف قتلة المتظاهرين وهو مرشح الاطار التنسيقي والاطار التنسيقي قالها صراحة دولة جوكرية ودولة أولاد السفارات يعني ممكن لا أولاد السفارات ولا شيء هاي التهمة جاهزة صدام هم كان يسمينا انه أولاد السفارات والاطار التنسيقي أولاد السفارات هل كانوا أولاد السفارات فعلا على عمين بذاك الوقت هم كان يسمونها هاي الشكلات المجرم الهاربة يا العلاوي المجرم الهارب سووني زمن صدام حسين زين طيب هس شنو احنا خلاص يعني نتهى الموضوع يعني نسلم انه المظاهرين السلميين يعني ما لي ما يقول انه والله احنا العراقيين ده ينهزمون يجازفون بالغرق بالبحار حتى يعيشون بكرامة والمظاهرات طلعت عفوية والمظاهرين حقق في الدستور السلميين ما يقول هذا ما يحقق هذا لا يحقق في مسائل القتل والضرب اللي حصلت وهذا يدعوني اشتركوا في القناة